اشتركوا في القناة الى الذي لا يعرف ابدا ان يخطئ الطريق فتحية من الجافة الله على الزعيم والله على تحرك الهيدوس كيف شاف بغداد في هذه الكرة هذه نقلة كبار وهو لعب كبير الهيدوس يا بغداد يا بنجاح الهدف رقم 22 في بطولة الدور في هذا الموسم يصل اليه بنجاح لا يحتاج لمجهود كبير حتى يسجل فقط كل ما يجب على اللاعبين صناع القرار في وسط الملعب كيفية ايصال الكرة اليه وهو يتكفل بالباقي قابي يوقف على كرة بعيدة لابو علام تمريره خاطئة وكرة مرتدة دياغو دياغو تقدم دياغو لعب على لعب دياغو الكرة ما زلت معا وتمريره الله 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 الفرسان لا يمكن ترويضها بهدف ولا يمكن الانتصار عليها بهدف واغنر بتعرك جميل وبتمريرات اجمل وبدهاء الفرنسي الكبير بالنبكزوني عادوا للمباراة شوف هذه التمرير الخاطئة من بو علام والكرة المرتدة والدياغو والتمرير في هذا المكان والتسديد القوية جدا واغنر هو الوحيد الذي سجل للخور في الاربع مباريات اللي خافها الفريق على هذا الملعب وهو من ينجح في هذه اللحظات بان يعيد الخور للمباراة واحد واحد وصولا الى الدقيقة الى الدقيقة السبعين حض كل قوتة هذه هي الاعادة وهذه المحاولة طبعا اللي كانت عن طريق احمد ياسين كرة مرتدة لصالح السد نقلة للامام وكرة في الجهة اليسرى ما زالت قائمة عرضية تمريرة والكرة ابعدت عادت مجددا الكوري الجنوبي يسيطر يمرر في الجهات اليسرى محاولة للزعيم نقلة للامام الكرة العرضية هي كذلك الله لا نحتاج لكثير من الاسئلة ولا التوقعات ولا التكهنات إن كان هناك مهاجم من هذا الطراز بغداد بنجاح الزراع اليمين للسدوية الزراع اليمين هدفهم الكبير يظهر في غاضيه اللقطة الله على بغداد الهدف 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 رقم ثلاثة وعشرين يصل إليه في غاضيه المباراة وهدف ثاني وقلت بأنه هناك هدف قادم بالرأس ماشى بالقدم ماشى معاه هو اللاعب الذي حينما يكون متواجد لعب لديك بهذه القيمة فيجب أن لا تكون قلقا كثيرا بنجاح يسجل الهدف الثاني ترجمة نانسي قنقر